فترة المراهقة صعيبة هي فترة حساسة فترة خاصة هي ما تشبهش لفترة الطفولة وما تشبهش لفترة الرشد اللي ما بعد المراهقة فعندها خصائص خاصة بها عندها احتياجات مختلفة عندها طريقة معاملة مختلفة لا تشبه للطفولة ولا لسن الرشد فالمراهقة فترة انتقالية المراهقة المراهقة هي فترة انتقالية هي اصلا فترة غير ثابتة معنتها متغيرة فما نحكموش عليها وما نحاولوش ان ننسى منها انجازات ولا حبايش كبار وانما فقط ننتظر تفوت هذه المرحلة بسلام شوفوا نعطيكم مثال مثلا البريوش يكون عجينة بيضاء عنده خصائص معينة بيضاء عجينة بيضاء طريقة كي ندخلوها للفور بعد ما تخرج من الفور جو اللي تتحول الى دي بغيوش اللي قابلين للأكل فالمرحلة هذيك اللي يكون فيها العجينة في الفور هي مرحلة انتقالية بين العجينة وبين البريوش هي نفسها مرحلة المراهقة احنا وش نديرو كي يكون البريوش في الفور اكيد نستناهه ما بقاوش نحلو عليه ونطلو ونمسو ونتأكدو اسكو حيو اللي بريوش ولا ها اكيد راح ننتظرو نفس الشي بالنسبة للمراهقة اذا فطرة المراهقة محتاجة معاملة خاصة محتاجة انه الاباء والامهات يطالعوا شوية على هذا الخصائص بش يقدروا يحتويوا المراهق ومن بين اهم الامور اللي كان في المراهقة هو اهم الاحتياجات النفسية انه المراهق عنده احتياج الانتماء والقبول يحب الناس يقبلوه ويحسوه باللي رو ينتمي ليهم رو فرد منهم علوغ يجي يحوس ينتمي علاش اصلا يحوس ينتمي لانه هو راهو ضايع في فترة ضياع مش يفاهم هو شكون اسكو راهو طفل فيلقى باللي نان كبر مهوش طفل علوغ ما ينتميش للاطفال يزيد يشوف للراشدين الكبار اسكو الراشدين هلو يقدر ينتمي لهم فيلقاهم باللي ما يعجبوه حتى في حاجة هم مختلفين تماما عليه يزيد يشوف يلقى غير المراهقين علوغ ينتمي وبقوة الفئة المراهقين فهناوش يدير يحاول يلتازم ويحاول يتصف بالمعايير انتع هذيك الفئة المراهقين خاصة مجموعة الرفاق الرفاق القريبين يعني الشي اللي تتعوه فيجتهد بكل ما اتي من قوة باش ينتمي لهم من بين الامور اللي تخليه يحوس على الانتماء انه يحب انه يكتسب هاتف دارني كري اخر طيراز بشيف بتبلي انا ثاني راني معاكم في عصر التكنولوجيا وانا ثاني راني مندمش اذا كان لزابليكاسي راني رفتهم اذا كان دي سيت راني دخلت ليهم المهم اقبلوني وخليوني نكون واحد منكم وما ترفضونيش لانه احساس ولا شعور الرفض جد جد موجع اهنايا اهدرنا عشوية للمراهقة